سلام عليكم زي ما قلنا ان احنا هنتكلم النهاردة على اه اداة القياس اللي هي البوكوليز. البوكوليز او القدمة زادة الورانية او الفيرنال كاليبر. با عندنا هنا ثلاثة انواع من البوكوليز. النوع الاول هو النوع العادي. النوع التاني هو النوع الساعة او الديال كاليبر. والنوع التالت هو الرقم. الحقيقة التلات انواع دول هما بيادوا نفس الوظيفة. الاختلاف فقط في طريقة قراءة القياس. عندنا في البوكوليز اه تلات مقاسات. في عندنا الستة اه بوصة وعندي ده وده ستة بوصة. وعندنا التمانية بوصة وده اتناشر بوصة. طبعا في عندنا اكبر اه من كده. اه نبدأ نتكلم دلوقتي على اه مكونات البوكوليز. فاحنا هناخد واحد منهم ونتكلم على مكون من اه مكوناته. اه ناخد مسلا الديجيتال. البوكوليز بيتكون من فك. للقياس الخارجي. وفك لكياس للقياس الداخلي. وفي جزء متحرك. اهو. ده لقياس الاعماق. نقيس بيه الاعماق. نقيس بيه الاعماق. الجزء ده. طيب. انا دلوقتي اه عايز اه ايس. ففي بعض الاجراءات اللازم اتأكد منها او اه اتأكد ان هي مفيش مشكلة فيها. اول حاجة ان انا اه اتطمن ان مفيش هنا اي انواع من الاتريبة او الرمل اللي ممكن. وانا بقفل البوكوليز ما تخلهوش يقفل تماما. الحاجة التانية اللي اتأكد منها ان البوكوليز بتاعي مفهوش اي زوايد في الطرف ده. والحاجة الزوايد دي بتيجي نتيجة ان البوكوليز ممكن يكون اتخبط مني في حاجة صلبة ولا حصل له مشكلة. اه اه فبيلحد المنطقة دي بيقف فيها زوايد او روايش. الرويش دي طبعا بتغير لي الاياس من هذا الاتجاه. الحاجة التالتة او اللي بعد كده ان انا اتطمن ان انا لما في البوكوليز بتاعي يبقى على الوضع زيرو. وعلى الزيرو ده هو الزيرو اللي انا لازم اتطمن عليه في كل الايه? الانواع بتاعة الباكوليزات. ندخل دلوقتي على طرق قياس بالباكوليز. طرق القياس بالباكوليز. زي ما قلنا ان عندي اول طريقة هي قياسات خارجية. وفي قياسات داخلية وقياسات اعماق. ناخد على سبيل المثال نجيبنا عينة هي. وعلى سبيل المثال عايزين نقيس قياسات خارجية. مسلا انا افتح الباكوليز بتاعي وايس بهذا الشكل. يبقى انا احرك الجزء المتحرك ده احركه. لغاية ما يلمس. يبقى انا جبت القياس بتاعي بالزبط. هنا في الحقيقة لازم اخلي بالي ان انا ما اضغطش آآ بقوة. علشان ما يحصلش تشوه. التشوه ده هيدي قراءات غير صحيحة. القياس ده بالنسبة لقياس خارجي. مسلا المقاس من هنا ل هنا يعتبر برضو قياس خارجي. اهو. ده بالنسبة لي يعتبر قياس خارجي. هنا تحديدا هنا تحديدا. لازم ااخد بالي من حاجتين. هنا نلاحظ ان السمك هنا السمك صغير. فالسمك الصغير ممكن اقس كده لو انا قفلت الباكوليز بتاعي فيه فراغ هنا موجود اهو فراغ ده. ده. المفروض اي قياس ما عند المنطقة دي وإلا هيدي قراءات اقل. غير دقيقة. بمعنى ان انا لو انا است كده. لحظ معي. اهو. نشوف الايه? الحرف الصغ دخل فين في المنطقة اللي انا قلت لكم عليها. فبيدي نتيجة اقل. بيدي نتيجة اقل. او نتيجة غير غير صحيحة. ده اول ملحوظ. ملحوظ التانية ان السطح ده لازم اتأكد ان هو ملامس تماما للسطح ده. علشان يديني نتيجة دقيقة. اهو. يديني نتيجة دقيقة. دي كلها اسمها قياسات قياسات خارجية. عندي القياسات الداخلية اللي هنقسها بالفكين دول. مسلا زي القطر ده. نقدر نقيسه اهو. ده القطر ده اهو. اه الماء الماءز ده اهو. تمام اهو. آآ كل دي قياسات آآ داخلية. هنا وانا بايس الدايرة برضو عشان ايه? الفت نظركم الحاجة وانا بايسي قطر الدايرة. حاول تجيب قطر الدايرة. يعني حرك البوكليز بتاعك يمين وشمال لغاية ما تجيب قطر الدايرة. وإلا لو هو انت ما قدرتش تجيب قطر الدايرة هتجيب الوطر وتابعا القياس هيبقى غير دخيق. كده انت بتقيس الوطر. والوطر كده قياسه غير دخيق. الطريقة التالتة لطرق القياس هي عندي الاعماق. تقيس بالعمق. فاحنا مسلا على سبيل المسال عايزة قس العمق بتاع المسافة دي. فباجي اهو. بالشكل ده. نقيس تاني عشان نشوف نوع جوة عن حيات الكاميرا. اهو. اركز هنا. وانزل بالايه? بالمقاس بتاعي. لغاية ما يلمس. يبقى انا جبت العمق بتاعي. او ان انا زي ما انا شايفين كده اهو. انزل. لغاية ملمس بالكامل. اهو. يبقى انا جبت العمق بتاعي من هنا لهنا. كده يبقى احنا اسنا الاعماق. ممكن نيسعم. كده احنا اسنا خدنا القياسات بتاعتنا. عايزين نبدأ نقول القياس بتاعنا ده اه كام? يبقى القياس تحديد القياس. تحديد القياس. زي ما قلنا الديجيتال والساعة والعادي مختلفين عن بعض في طريقة القياس. عشان كده احنا هنتكلم عليهم على كل واحد بالتفصيل. لكن كلهم في طرق القياس واحدة.